حياتي لكم جميعاً لقد سعدتكم بحسن استقرار المخامة الرئيس فايس سراج ومعاري الوزير ليه ولمعاري الوزير تاريخ ألمانيا في هذه المدينة الجميلة التي تمكننا من خلال أبا اللقاء من أعطاء صورة للسيد السراج والسيد السيامة والإخواتيين عن مدى التقدم الذي توصلنا إليه في مسيرة برلين وأنا أود أن أخاطر إخوة الليبيين بسرحة لأقول لهم أن هذه المسيرة مسيرة برلين هي مسيرة جلدية من قبل دول فاعلة في النظام العالم لكي نعيد ترميل البناء الدولي المتصدع من ليبيا هناك رأي دولي يخص ليبيا تصدعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية لسيما بسبب الحرب التي وضعتها ضد رابوس ولكن هناك إمكانية لترميم هذا النظام الدولي وهذا ما تطوع الحكومة الفيدرالية الإلمانية بمساعدتنا على إنجازه ولقد قمنا بثلاثة اجتماعات متتالية ومتعمقة والاجتماع الأخير كان يوم الاثنين الماضي والاجتماع المقبل سيتم بعد ثلاثة أسابيع من الآن ونحن نأمل أن هذه المسيرة ستتكلل القمة بأي المبادئ التي توصلنا إليها بالتفاوض الحسيس مع مختلف الأطراف وأن تلي تلك القمة عملية متابعة للتنفيذ ربما خرمت منها إلقاءات دولية سابقة نريد لمسيرة فاللين أن تكون محضرة بشيء جيد أن تضم قمة ثم أن تكون وراءها لجنة لمتابعة للتنفيذ مقرراتها بحيث تكون البعثة في حال من الاتكاء المفيد على الإجماع الدولي أو على الرأي الغالب الدولي لإنقاذ ليبيا من هذه الحرب الضروس التي أصبتها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أيضا في بداية أجل الهدى. أيضا في جزء الثاني أجلسي على القطار من المستقبل على رحكري بمساطن للمعطه إنه لنا أجلسي جدا لن تتعلم بأنه المترجم للقناة 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 المترجم للقناة